هنا وعلى جزء ثري من الخارطة العراقية تمتد الحدود المشتركة بين العراق والجارة ايران على طول 1458 كم حيث تقع حقول النفط الاكبر في العالم الحقول التي تثير جنون الاطماع الايرانية عنوان يتردد صدى في مربع التحليل الدولي للمشهد الطويل من الاعتداء على انتاج ابار حق لمجنون الجنون والاطماع تتدفق بحجم تدفق حقل مجنون النفطي للبراميل المنتجة حيث ينتج الحقل ما يقارب ربع الانتاج اليومي من مجمل ما ينتجه العراق من النفط وفي احصائية معكدة ان العراق وحده يحتفظ بما نسبته 12% من مخزون النفط العالمي اغلبه في محافظة البصرة حقل مجنون المستغل بقرابة 67 بئران يمثل صراع التماس بين السارق والمسروق رسالة تجدد السخط الشعبي والدق على باب العراقيين بأن يستفيقوا على حلقة جديدة من مسلسل تزييف التاريخ وتزييف ترسيم الحدود المفبرك الجديد في القصة توقيع شركة نفط ايرانية مع شركة برشيا لتطوير صناعة النفط والغاز عقدا لتطوير حقل ياران الواقع جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق الوكالة الاخبارية الايرانية ذكرت ان العقد يستهدف تطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي على مدى عشر سنوات باستثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 294 مليون دولار وتكلفة بناء منشآت بقيمة 236 مليون دولار عشر سنوات جديدة اذا على هذه الارض تستهدف حقل مجنون الاكثر انتاجية بين حقول النفط العراقية القصة الواضحة امام الجميع تكشف خطورة استمرار الجانب الايراني بتعدي على الحق العراقي ونفطه بحجة ان الحقل يشترك مع حقول ايرانية وهو الامر الذي تفنده اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين العراق وايران فيما بقيت النزاعات الحدودية حالة فوضوية مستمرة وبين النفوذ الايراني وانتهاك السيادة الاراقية وملفات تعرقل الحفاظ على هيبة الدولة تطبع ابار حقل مجنون وصمة عار في صفحات انتهاك وسرقات الحق العراقي في وقت يواجه فيه العراق اصعب ملفات الاقتصاد والفقر والبطالة بينما تنتفض الاصوات المطالبة بحماية الحق العراقي مجددا في مشهد يثير القلق الخطير من دفع الاتفاقية الايرانية الجديدة الشعب العراقي الى الهاوية كما هي المحاولات الخارجية المستمرة لوضع اليد على محافظة البصرة كما يفعلون بكثير من المناطق الاراقية اما الفاعل الغائب عن المحاسبة يستمر بفعلته بغطاء رموز فساد على شكل مسؤولين